من الرياض إلى تل أبيب مع السفير ألون لئيل المدير العام الأسبق لوزارة الخارجية الإسرائيلية أهلا بك سيد لئيل السعودية تشترط خروج إسرائيل من غزة وقف بناء المستوطنات والسير بدولة فلسطينية للمضي قدما بالتطبيع مع الحكومة الإسرائيلية في المقابل حكومة نتنياهو تسعى منذ زمن للتطبيع مع الرياض والفرصة متوفرة الآن هل ستستفيد من هذه الفرصة وتسير بها وبالتهدئة في غزة وحل الدولتين من أجل ربح التطبيع مع السعودية طبعا أتمنى ذلك ولكن لا يمكنني أن أقدم لك جوابا واضحا أعتقد أننا الآن في مفترق تاريخي وكل شيء يتعلق برفح فإما أن نتجه نحو رفح أم إلى المملكة العربية السعودية وعلى نتنياهو أن يختار لديه حكومة فيها فريقان يفضلان التوجه نحو المملكة العربية السعودية واثنين يريدون الاستمرار بالحرب في رفح وهنا تعارض تاريخ تاريخيا البعض يريدون التوجه مع المملكة ومع العالم ومع الأمريكيين ومع الشرق الأوسط ولكن إن اخترنا التقدم في رفح فهذا يعني أن نحاول أن ندمر حماس ولكن نتخلى عن الشرق الأوسط بطريقة ما ونتخلى عن العالم ونتصرف وفق الطريقة الإسرائيلية لوحدها فقط وبالتالي هذا القرار أعتقد أنه الأهم في تاريخ إسرائيل هو من أهم القرارات التي يجدر أن يتخذها نتنياهو وهو الذي سيتخذ هذا القرار ومن هنا يأتي السؤال بين خطة الرئيس بايدن للسلام والتطبيع بين إسرائيل والسعودية وبين الوزير بن كفير من سيختار برأيك رئيس الوزراء الإسرائيلي؟ اسمع لا يمكنني أن أجيب لأنه لو اختار مهنيا إن اتخذ قراره كرجل دولة أو كديبلوماسي فهو سيحبذ خيار المملكة العربية السعودية ولكن لو اتخذ قراره كرجل سياسة وعلى أساس مستقبله الشخصي فسيفضل العودة إلى الهجوم في رفح لأن الرأي العام الإسرائيلي يريد هزيمة كاملة لحماس غالبية الرأي العام الإسرائيلي تريد منه أن يلقي القبض على السنوار وبالتالي قاعدة اليمين القومي تريد من نتنياهو أن يستمر في حربه في غزة ولو أراد أن يتوجه نحو المملكة العربية السعودية والدولة الفلسطينية فعليه أن يخسر جزءا من قاعدته وأن يغير من اتلافه ولا يمكنني أن أقول ما الذي سيفعل هو قرار الشخص الواحد ولا نعرف ما الذي سيقرره لو قرر أن يتجه نحو المملكة العربية السعودية سيخسر قاعدته وبالتالي هذا القرار قرار مهم للغاية تقول أن غالبية الإسرائيليين يريدون هزيمة حماس في غزة هل هذا يعني أنهم لا يريدون التطبيع مع السعودية وبالتالي هذا ليس خيارا مطروحا إن كان على حكومة نتنياهو أو أي حكومة توسط أو يسار في المستقبل قبل تحقيق الهزيمة أعتقد أن الإسرائيليين يريدون الاثنين معا ولكن ذلك مستحيل لو توصلنا وصلنا إلى مفترق علينا أن نتجه إما يمينا أو يسارا لا يمكننا أن نختار الخيارين لا يمكننا أن نقرر أن ندعم الدولة الفلسطينية من جهة ومن جهة أخرى أن نستمر بالحرب لشهر إضافي في غزة مع الخسائر من الجهتين ومع كل الدمار الذي يتأتى عن استمرار الحرب وكذلك اللاجئين لا يمكننا أن نختار المسارين المسارين لأن الأفضل طبعا هو أن يختار المملكة العربية السعودية ولكن هذه المشكلة التي يواجهها نتنياهو الآن الساحة الدولية الآن تركز على المسألة الإسرائيلية وهناك الكثير من الغليان على المستوى الدولي وعلى المستوى الإقليمي وهناك المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة والدعوة إلى الاعتراف بفلسطين واضح سعدة السفير ولكن للخروج بخلاصة نهائية في ظل هذا الواقع الذي تتحدث عنه وعن هذين الخيارين المطروحين والمتناقدين هل تؤيد إسرائيل تطبيق الشق الأمريكي السعودي من الاتفاق الذي يتعلق بالمعاهدة الدفاعية والبرنامج النووي والذكاء الاصطناعي على أن تطبع العلاقات الإسرائيلية السعودية عندما تقبل إسرائيل بالشروط السعودية أي حل الدولتين ووقف الحرب في غزة اسمع غالبية الرأي العام الإسرائيلي تحلم بتطبيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية ولكن إن كانت الكلفة عدم القضاء على حماس فقد يتخلى الإسرائيليون عن خيار المملكة العربية السعودية لأن إسرائيل تريد القضاء على حماس إن لم تهزم حماس الرأي العام الإسرائيلي يعتبر أن إسرائيل تكون قد خسرت الحرب وماذا عن تطبيق الشق من الاتفاق المتعلق بأمريكا والسعودية بمعزل عن التطبيع بين إسرائيل والسعودية لحين قبول الإسرائيليين بالتطبيع وبحل الدولتين إسمع القرار يجدر أن يتخذ في الأسابيع القليلة المقبلة لو انتظرنا فيما يتعلق بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية سيكون علينا أن ننتظر الإدارة الأمريكية المستقبلية ولا نعرف إن الفائز سيكون ترامب أو بايدن وما سيكون شكل الكونغرس عليه وبالتالي إن أردنا أن نختار المملكة العربية السعودية فعلينا ثلاثة أو أربعة أسابيع لنقرر من جهة أخرى نريد إنقاذ حيات الرهائن وهذا يعني أن ندخل عسكريا وأن نعيد هؤلاء أحياء أو موتة أم أن نقرر اتسخاذ التوصر الطريق التي تؤدي بنا إلى قرار علينا أن نختار الآن الدبلوماسية أو الخيار العسكري ليس لدينا ما يكفي من الوقت السفير ألون لئيل المدير العام الأسبق لوزارة الخارجية الإسرائيلية منتل أبيب شكرا جزيلا لك أعود إلى السفير شكرا جزيلا لك